تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أكثر أكثر من هذه المواقع لكن تغلبني كل مرة ويسبب فشلي فكنت متفوقا جدا في عملي ودراستي أما الآن فإني في ضياء أولا أقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدعو الله تبارك وتعالى أن يقبل بقلب أخيكم وأن يهديه وأن يتوب عليه فنسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يهديه وأن يتوب عليه وأن يثبتنا وإياه بالقول الثابت وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأنصحك يا أخي الكريم بنصيحة واحدة تذكرها دائما فإن فيها نجاة لك وهي أكبر واحد دائما تذكر أن رب العالمين يراك وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك إذا خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب فإذا جلست في هذه الخلوة مع شاشات العنكبوتية في الأنترنت وبدأت تدخل في تلك المواقع وتظن أن أحدا لا يطلع عليك من الناس فاعلم أن رب العالمين يطلع عليك ألم يعلم بأن الله يرى وهذه الآية فيها زاجر لك داوي نفسك بها أزر نفسك بالقرآن ولا مانع أن تضع على غرفتك هذه الآية أمامك تنظر إليها حتى تردعك وتزرك عن هذا الأمر الذي لم ترى ولم تجد فيه أي نتيجة تفيدك بل تأثرت في دراستك في أخلاقك في عبادتك في سلوكك وليس هناك أي ثمرة مفيدة وهذا هو الذي يطمع منه أعداء الدين عندما بثوا مثل هذه الأفلام الخليعة الماجنة المضرة حتى يضيع أبناء المسلمين ويصبح أبناء المسلمين كالأنعام بل هم أضل في اتباع الشهوات والنزوات والانحراف والضياء ولهذا اتق الله عز وجل وتدارك نفسك بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وبالتوبة النصوح إلى الله عز وجل وهذا الجهاز لا أقول لك وهذه حالك استفد منه في الأمور المباحة بل أقول أبعده عن البيت تماما أبعده عن البيت تماما ولا يبقى عندك ولا لحظة واحدة من هذه الليلة تبعده من بيتك لأن وجوده مفسد عليك ظاهرة فلا تبقه عندك على أمل أنك تستفيد منه في جوانب مفيدة بل أبعده عن بيتك تماما وأغلق هذا الباب من الشر عليك وأقبل على الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يقبل بقلبك وأن يتوب عليك وأن يتوب علينا أجمعين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب ترجمة نانسي قنقلة متقدار ترجمة نانسي قتل ترجمة نانسي قنقلة من الممرب